موسيقى بمناسبة ذكرى الحادية والاربعين لتوحيد القوات المسلحة التي توافق غدا يوم السادس من شهر مايو من كل عام وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإخوانه وأصحاب السمو عضو المجلس العلى للاتحاد حكام الإمارات كلمات الفخر والاعتزاز عبر مجلة درع الوطن بمناسبة هذه الذكرى في كلمة له بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لتوحيد القوات المسلحة أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أن القوات المسلحة تسهم في تعزيز أمن واستقرار دولتنا وشعبنا والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إضافة إلى مد يد العون لنصرة المظلوم وإغاثة المحتاجة وشديدا سموه على أنها ستظل دائما رمزا للوحدة الوطنية وسندا للأشقاء وعونا للأصدقاء ويبقى الانتماء لها دائما شرفا وواجبا وحقا لجميع المواطنين وقال صاحب السمو رئيس الدولة إنما وصلت إليه قواتنا المسلحة من كفاءة وجاهزية عالية هو نتاج رؤية استراتيجية وطنية شاملة مكنت دولتنا بعون الله من بناء قوة رادعة عمادها شباب مدرب ومجهز بأحدث العتاد والأنظمة والتقنيات مؤكدا أن الدولة ماضية في تطوير قدرات قوتها تسليحا وتنظيما وتدريبا وإدارة بدوره أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعيب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه مع نجاح برنامج الخدمة الوطنية المؤذر في صفوف القوات المسلحة وإقبال الشباب عليه بشغف وحمية والتزام أتيح للأجيال النشئة في وقت مبكر تحمل المسئولية المقرونة بالوطنية الصافية ووجه سموه تحية تكريم وإجلال لشهداء الوطن الأبرار مجددا عهد وطننا بحفظ دمائهم والسهر على راحة أسرهم ورعاية أبنائهم رعاية شاملة ودائمة وأضف سموه أن الهزمة الحتمية للإرهابيين وتنظيماتهم لن تنهي المعركة مع الإرهاب فهؤلاء نتاج تربة فكرية مسمومة وسياسات عقيمة ولا بديل عن تنقية التربة وإصلاح السياسات مؤكدا أنها مسئولية تتحملها في الدرجة الأولى الدول العربية الإسلامية بحكوماتها وعلمائها ومفكريها وهيئاتها الدينية من ناحيتها أكد صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايدا لنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في كلمته بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة أن كل قطرة دم إماراتية تسيل في ميادين الشرف وساحة الوغة هي وسام شرف على صدورنا جميعا يشعرنا بالفخر والاعتزاز ويضع على كاهلنا في الوقت نفسه مسئولية كبرى في الحفاظ على قواتنا المسلحة قوية وعزيزة وقادرة على تأدية المهام المكلة إليها سواء داخل حدود الوطن أو خارجه على أتم وجه ووجه سموه رسالة إكبار وإجلال إلى ضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة الباسلة المدافعين عن حمل وطن والمتواجدين على أرض اليمن الشقيق يقدمون دماءهم وأرواحهم دفاعا عن الحق وأكد سموه الالتزام بالمسؤولية التاريخية تجاه شعبنا ومنطقتنا وأمتنا العربية والإسلامية وعبر مجلة درع الوطن أكدى صاحب السمو الشيخ إحمد بن راشد النعامي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات مرت منذ توحيد قوتها المسلحة بمراحل تاريخية سطرت فيها أمجادا إنسانية تنير طريق أبناء الوطن في السير على خط المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيانا الذي أحيى جسد الإخلاص والبذل والعمل والتضحية للارتقاء بالإنسان وحمايته من جانبه قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إن القوات المسلحة تسعى للحفاظ على أمن واستقرار وسلام وطننا الإمارات والمنطقة ومد يد العون والمساعدة نصرة للقضايا العربية وصونا للأمن القومي الخليجي والعربي والوقوف كالبنيان المرصوص لصد ورد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار دولتنا الغالية أما صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين قد أكد أن أبناء دولة الإمارات بصورة عامة ورجال قوتها المسلحة أثبتوا من خلال مشاركتهم في عصيفة الحزم أنهم نخبة أصيلة وقوة هامة سطروا بطولات عبرت عن صدق الولاء والانتماء للوطن وأشار سموه إلى أن تضحيات شهداء الوطن امتزجت بإرادة أسرهم وأمهاتهم وأبنائهم لتسطر ملحمة وطنية خالدة فيما أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو من عام 1976 تحت قيادة مركزية واحدة وعالم واحد وشعار واحد شكل قرارا تاريخيا من أجل أن تصبح قوتنا المسلحة ركيزة لأمن دولتنا واستقرارها وداعما رئيسيا للحفاظ على مكتسبات الوطن ومسيرة التنمية والتطوير والتحديث في وطننا الغالي هذا وأشار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب وحاكم الشارقة أن توحيد القوات يعد انتصارا لإرادة بلادنا وشعبها في السير على طريق الوحدة والمضي بعزم الرجال الأوفياء نحو تطوير المجتمع في المجالات كافة إضافة إلى تقديم التضحية من أجل أرض الوطن الغالية وأهلها الأوفياء وقال أسموه أن القوات المسلحة ظلت دائما شريكا رئيسيا في التنمية والنهضة الحضارية بجانب واجباتها في ميادين القتال والدفاع عن الوطن وللحديث أكثر عن إنجازات القوات المسلحة خلال الفترة المنصرمة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة العميد ركنطيار راشد الشامسي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بداية نبارك لكم مرور 41 عام على تأسيس القوات المسلحة الإماراتية الباسلة ما أبرز الإنجازات سواء الداخلية أو الخارجية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية شكرا طبعا اليوم نحتفل اليوم مقدر نحتفل بواحد من أيام عجلتنا ومجلتنا وحدتنا الوطنية يوم للفخر الوطني اليوم هذا يجسد وحدتنا وتماسكنا وقوة أرادتنا وقيادة قيادة رفيدة وبعد نظرها وصواب رأيتها ووعيها الاستراتيجي نستحظر في مثل هذا اليوم حكمة القائد المؤسس المغفور لشيخ زايد بن سلطان الانهيان وأخوانا حكام الإمارات الذين أسسوا دعائم هذا البناء الاتحادي الرخاء ضاسر واتخذوا قرار بتوحيد قوات المسلحة 6 مايو من عام 1979 فأن قرار توحيد القوات المسلحة يمثل من عطف حيوي في مسيرة البناء الاتحادي قد كان هذا اليوم وخذ القرار تسهيد فعلي وحقيقي لوحدة الأرادة وقوة الإيمان والعزم على المضي المتحدين في مواجهة كل التحديات طبعا الذكرة هذه بالحادي والأربعين لتوحيد قوات المسلحة لا بد لي من التعبير عن الفخر والاعتزاز بدور أبطالنا من تسبيل قوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقود الشقيق الكبرى لمملكة العربية السعودية دفاعا عن الحق والشرعية الدستورية في اليمن الشقيق فأن أبطالنا بواسل يسطرون أروع الملاحم ويقدمونه مموذجا مشرفا للبطولة حيث تجسدت في هذه البلحمة نسائج سنوات طويلة من التدريب والتأهيل والاستثمار في العنصر البشري تطوير مهاراتها القتالية والتدريبية قد أصبح أبطال قوات المسلحة مبعث فخرهم وسند حقيقي لوطننا الغالي وشعوبنا الخليجية والعربية في هذه الذكرة طبعا الوطنية لا ننسى أن نوقف بقفة أجلال وأكبار لأرواح شهدان الأبطال الذين سيظل عطاءهم تضحيات مشاعر مضيئة تنير حاضرنا وانستقبلنا وتقدم لأجلالنا الحالية والمقبلة القدوة والنموذج الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة دماء شهدان الأبرار قد صدرت تاريخا جديدا للوطنية والفداء وأعادت تعريف مصمومة التضحية والولاء والانتماء لنا جميعا أننا نحتفل بالذكرى الحادي والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة نؤكد لقيادتنا الرشيدة أننا متمسكون بالوعد والعهد والعدار بالولاء والانتماء ما ضمن أن الدفاع عن الدولة والحفاظ على ترابع الوطنية ومصالح الاستراتيجية والذود عن مكتسبات شعبنا الأبي سيبقى عبد الدهر نصب عيننا وسيظل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نهجا يقودنا إلى غايتنا أينما كنا وفي هذه ذكرى الوطنية نجدد عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة وعلى رأس سيدي صاحب السمو الشيخ ليه بن زايد قال نهيا رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة نعم سعادة العميد ركن طيار راشد الشامسي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة